ما حكم من يرفع رجليه أثناء السجود يعني ما يحطونش على الأرض السجود هو السجود على سبعة أراب معروفة باي الرجلين والرقبتين واليدين والرأس ما يتعلق بصحة الصلاة من عدمها هي مسألة الجبهة والخشب الوجه يعني فلوما شدت على جبهتها سلطة بطلة لو شد على الجبهة فقط يعني الصلاة تامة على جبته وعلى أنفه لكن إن سجد على الجبهة فقط فإن خرج الوقت في الصلاة صحيحة إن كان الباقي الوقت مزال باقي لم يخرج الوقت فعليه ندبا أن يعيد الصلاة أما باقي الأمور التانية برجليه كذا فهذا مكروه وإذا كان يحرك إجليه لغير ضرورة أو يلعب فهذا يعني من الكراهة الشديدة أما إذا كان رفع إجليه لمرض أو لسبب لا أدري واقع منه ذلك فلا يبتص الصلاة لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك عمدا ولا أن يستمر عليه انتهان إن لم يتفطل له ابتداء والله أعلم نعم ترجمة نانسي قنقر